جريمة قتل بشعة زوج لزوجته في رمضان. بالسبب يميش رمضان. وكلنا عارفين ان الجريمة دي كانت من فترة مش كبيرة يعني. اللي هي فاطمة ممرضة اكتوبر. في النهارة تفاصيل جديدة هيكشفها الطب الشرعي. طبعا فاطمة ممرضة اكتوبر الوقع دي نتجات او هي لقت مصرحها بعد مشدة كلامية مع زوجها تطورت لي شجار عنيف. بمنطقة وصل الدهشور بالجيزة. وقصة المجنى عليها اتهمت زوجها ان هو لانها حياتها. لكن الزوج للأسف انقر الجريمة. وبرر وفاة بتزوجته ان في حصلت خنائة عادية. وان المجنى عليها هي اللي تعنت نفسها بالسكينة. او ان السكينة اصابتها وهي بتحاول ايه? وهو بيحاول يشدها من ايدها. يعني هو ما قالش انا اللي قتلتها. لكن التب الشرعي اه غير مجرأ اللي طبعا كشف التب اه طبيب الشرعي. اه كشف الظاهري والصفة التشرحية على المجنى عليها فاطمة ومعروفة اعلاميا بممرضة اكتوبر. قال ان من جميع المعطيات الفنية المتوفرة اه والقاصرة في ذات الوقت فاننا نقرر انه بالنسبة لدول السلاح الابيض في احداث الوفاة. اه ترى اسناد للمعطيات وما تم سرده من تصوير الوقع بمذكرة النيابة العامة. وما ورد بسرد تفريغ مسودة الكشف الظاهري وصفة تشريحية. اه وكشف الظاهري قاله اه كشف الظاهري طبعا قال فيه وجود جرح اه مستوي الحواف مائل الوضع طوله حوالي خمستاشر سنتي اسفل اه منتصف الترقاوة اليسرى اه بنحو اتنين ونصف سنتي منتصف يسار الصدر اه بيبعد عن الخط المنتصف الامامي بنحو ستة سنتي. واوضح الطبيب الشرعي في تقريره اه انه تبعا اه فيه كسر بالدلع السادس والاصابة نفزت التعانية الموصوفة بمنتصف يسار الصدر عبر المسافة الضلعية الخامسة اليسرى محتسة قطعة في القلب. وما ورد بتقرير الادارة المركزية للمعامل التبية من فحص السلاح الابيض. اه وتطابق دماء المجنع عليها. اه فبناء على التقرير دوت فان اللجنة ترى انه لا يوجد ما تنافى من الناحية الفنية مع جواز حدوث اصابة المجنع عليها بيصار الصدر اه في مسل اه من السلاح الابيض. الوالد وصفه بتقرير الادارة المركزية للمعامل التبية. كما ان لا يتنافى من الناحية الفنية وجواز كون الإصابة الطعنية بالصدر وإصابتها للقلب من مقال ينتج عنه نزيف إصابي في زي ما هو كان موصور والتقرير قال أن سبب الوفاة هي الإصابات الردية في الراس وما أحدثته من إنسكابات دموية مع نزيف تحت الأم الجافية والإصابة الطعنية بيسار الصدر وما أحدثته من نفاذ التجويف الصدر وإصابة القلب وما حاولت الضغط على العنق وما أحدثته من إنسكابات دموية فقال من كل الأسباب اللي فاتت دي لنا قلتها يعني يتعذر أو يصعب الجزم على وجه اليقين أو الترجيح إيه من دول هما سبب الوفاة فبيقولهم أنه هو ممكن الوفاة سبب من الأسباب دي كلها أو جميع الأسباب دي كلها ممكن تكون من الأسباب الرئيسية للوفاة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة